نحن لا نريد مناقشة ما يجري وما جرى والسبب أننا لا نريد مواجهة أنفسنا بل وحتى معتقداتنا وكل شيء نؤمن به أو فرض علينا كإيمان نحن بصراحة نهرب من مواجهة أي شيء النصوص تركض خلفنا أما نحن فنسحق التاريخ تحت أقدامنا أما مستقبلنا فيهرب أمامنا فلا نحن وقفنا لنرى ما تقوله هذه النصوص ولا نحن توقفنا لنرى ما هذا التاريخ الذي كنا نسحقه عاما بعد آخر والأخطر أننا لا نرى مستقبلنا بل أنه بعيد عننا دائما وأبدا ولا نكاد أحيانا حتى نراه بل لا نريد أن نراه ولا نريد أن لا نراه ولا نريد أن نفكر ولا نريد أن نفكر في جميع الحالات نحن في حالة غياب مستمر نحن بعيدون عن ذاتنا ذاتنا هي موضوع الدين الوحيد وليس العالم هو موضوع الدين ذاتنا نحن هي موضوع الدين بل أن والسبب هو أن مستقبلنا الذي لا نستطيع اللحاق به قد مضى منذ زمن بعيد مضى أين؟ ليس من أمامنا لم يهرب من أمامنا بل من خلفنا أي أن خلفنا هو مستقبلنا نحن بصراحة كالمرضى أو مثل مريض لا يريد أن يقول له أحد أنه مريض في هذه الحلقة سأتناول موضوع على هامش مسلسل معاوية وهو أعتبر الموضوع معاوية وعلي هو حلقة الفصل في تاريخنا والتي ما زالت تفعل فعلها في حياتنا وواقعنا وما زالت تؤسس نمط من أنماط التفكير الخاصة بنا كنوا مع أصدقائي في هذه الحلقة الخاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حول موضوع الثنائي علي ومعاوية سأتحدث بطريقة مختلفة عما سبق في الحلقات الماضية أولا وقبل كل شيء سأتناول موضوع من جانبين أول جانب التاريخ وثاني جانب الحاضر السؤال في الجانب التاريخ هل أن هذا الحدث تاريخي وهل أن ما انطبع في ذهن الجميع عن الشخصيتين يطابق الصورة التي نقلها لنا التراث عن كل من هاتين الشخصيتين والسؤال الآخر هل أن الصراع كان حول المبادئ والدين أم عن السلطة وكراسيها ولماذا كل هذه الثنائيات ما علاقة الحاضر بهذا الصراع الذي يفترض به أنه انقضى وما هي الأسئلة التي يثيرها ولماذا أعلن عن هذا المسلسل ثم إلغائه وأنا أعتقد شخصيا بأن هذا المسلسل لا وجود له على الإطلاق إنما مجرد دعاية فارغة لا وجود لشيء اسمه مسلسل معاوية كما أعتقد وإلا لأرون مقاطع منه أو قدموا لنا دليلا على أنهم صرفوا مبلغا قدرهم 100 مليون دولار كما يقولون أنا لا أعتق بهذا الكلام وكل ما قيل عن هذا المسلسل هو مجرد بروبغاندا ودعاية لجسن نبض الناس وإشغالهم بقضايا مثيرة للجدل كما أثاروا يعني هي بالضبط نفس العملية التي حدثت عبر التاريخ بوجود ثنائي اسمه علي ومعاوية هي نفس الثنائية من خلال المسلسل قدموا بالون اختبار للناس كما أعتقد فلا وجود المسلسل ولا وجود لتصوير حتى ولا حتى الشخصيات التي رشحت لي لتمثيله وكتب عن مؤلفه فكلها مزيفة عموما الحدث منطقيا هو حدث تاريخ يعني لا يمكن أن تكون هذا الأحداث التي حدث عبر في التاريخ الذي التي وصلتنا روايتها بغض النظر عن صدقها وكذبها لما أصبح جزءا من التاريخ سواء حدث أو لم يحدث هو جزء من التاريخ والذاكرة والتراث وبذاكرة الناس وجزء فاعل في حياتهم وإلى تأثير الكبير على واقعهم هذا الحدث هو تاريخي بالنهاية لكنه المفارقة مع هذا وليس بتاريخي وأعتقد السبب هو أننا أننا كشعوب ما زلنا بلا تاريخ حقيقي بل ولا دولة حقيقية ولا مجتمعات حقيقية مشروع معاوية هذا بالجالب الموازي كان مشروع معاوية ومشروع محمد قبله كان هو للقيام بهذا الأمر أي تأسيس دولة ومجتمع حقيقي أو جماعة حقيقية والأول كان هدفه معاوية أن يؤسس لدولة الأسرة أو القبيلة أو الجماعة الصغيرة التي هي بيت أمية قبل الرسول كان يؤسس على أساس فكرة وجود الله الواحد الأحد الذي يجب أن يخضع له الجميع المفارقة أن من أسس هاتين دولتين بشكل حقيقي الدولة الصغيرة التي أسسها الرسول والتي استمرت آثارها حتى يومنا هذا وستستمر أكثر هذا لم ينجح بشكل كامل بدليل أن كل من جاء بعدهما لم يفعل شيئا أن يضيف لما فعله إنما كل ما فعلوهما أن من أتوا بعدهم أتوا وعاشوا على ما تركوه من المجزات سواء الذين تولوا منصب الخلافة أو السلطة أو الذين ناهضوهم عندما نأتي الآن إلى الواقع إلى الواقع الحالي ونتأمل بمصطلح تاريخ عن الذي يفهمه الناس لحد الآن في منطقناتنا وضمن الذين يعيشون على تراثنا وينظرون العالم بطريقة دينية بالنسبة لنا هذا التاريخ هو مجرد سيرة وعبرة لا أكثر التاريخ هو بالنسبة لهم هو خلافة أو سيرة أو رواية خلفاء وخلافات في الوقت نفسه أي عودة كلمة خلف هي من الخلف أي عودة إلى الخلف بالخلافة هي عودة لأصل لا يتغير وهذا بالتالي لا يؤسس لتاريخ بالتالي هو ليس لا يؤسس التاريخ إنه لا يؤسس لزمن طبعا طالما يقولون بأنه فكرة التاريخ هي فكرة اختراعتها الأجانة التوحيدية وكانت يعني كانت تاريخ بالنسبة للشعوب القديمة تاريخ دوراني فكرة العودة الأبدي أنه ما يهدث اليوم سيتكرر في فترة لاحقة بطريقة دورانية لكن أجل تاريخ جت الأديان التوحيدية وقالت أن التاريخ هو سلسلة عملية عملية تواصل خطي يبدأ من لحظة الخلق ولحظة التكوين ولحظة خلق الإنسان إلى يوم القيامة في عملية مستمرة بشكل خطي هذا المفهوم اختلف الآن لكن هنا بالنسبة أنه بالحركة المعاكسة نحن نعتقد بأننا يجب أن نعود إلى لحظة الخلق الأولى لحظة النبوة أو لحظة الوحي ونحقق هذا الأمر بأننا نهرب من المستقبل لكي نقع في حظن الماضي وهذا هو شعار وفكرة السلفية وحتى الكلمات الأساسية الأصول ما هو الأصل؟ هناك أصل قديم يجب أن نعود له هناك خليفة وهناك خلافة الخلافة بأكملها عبارة عن ملحق لما فعله الرسول فبالتالي نحن كل ما يحدث بعد الرسول هو تحصيل حاصل ويجب أن لا يتطور نحو الأمام إنما يحاول أن يتمثل بالدور الرسولي وهذا هو الذي بدأ بدأ مستمرا حتى يومنا هذا هو ما زالت تخرج الحركات التي تطالب بهذا الشيء الثاني طالما يقال بأننا نعيش في زمن مختلف ثقافيا وأننا بسبب هذا الأمر لم نستطع حتى الآن الدخول في لحظة الحداثة ورأيه أننا السبب أننا لا ندخل في عالم الحداثة أو لا نفهم ما هي الحداثة ولا ما نفهم ما هو القانون ولا ما هي الدولة الحديثة لسبب نفساً الذي ذكرته وأننا لم ندخل حتى هذه اللحظة في أفق الزمن وهذا الذي يجعلنا دائماً لا نفهم فكرة حتى التطور أو حقيقة التطور مثلاً لسبب أننا لا توجد لدينا الآليات اللازمة لفهم الزمن وجريانه وصيرورته وبالتالي جدلياته الناتجة والمتفاعلة باستمرار وهذا واحد يفسر لماذا لا يوجد لدينا تراكم معرفي أو ثقافي أو حتى قيمي نحن نشتر الحاضر ولا يتراكم لدينا معرفة ولا علم وبالتالي دائماً نحن نبدأ من لحظة الصفر باتجاه ليس المستقبل باتجاه الماضي وكأننا واقفون في اللحظة نفسها التي ترى جرى تجميدها بالكامل وكل ما علينا أن نرفض التقدم نحو المستقبل إنما نعود إلى الماضي القهقرة أو نحن حتى عندما عملية التطور طبيعي البايولوجي عندما نلد أبنائنا نحن بحقيقة نطالب أبنائنا من يكونوا على شاكلة آبائنا أي أننا لا نلد أبناء إنما نلد أباء وأجدادا وهذا المفارقة عجيبة غريبة لم تحدث بين الشعوب إلا بنادراً جداً الشيء الثالثي اللي أريد أشير لي وأنه الآن السؤال هو ما الفرق بين علي ومعاوية ما إلا في الصراع على السلطة يعني هل هناك شيء آخر لا أعرف يعني صحيح أنك تم أضفاء قيمة بلاغية وقيمة دينية كبيرة جداً على إمام علي وهذا لا بأس فيها لكن هل هذا يكفي أيضاً بعض أضفاء الصفة الكبيرة على معاوية بأنه هو رجل دولة وما لا ذلك لكن هل هذا يكفي وثم ما علاقتنا بالموضوع أصلاً لماذا نركز على موضوع عالي ومعاوية ونهمل القضية الأساسية وأننا الأفق التراثي الذي خلفه لنا أو الحركات الدينية والسياسية على صحة التسمية التي خلفها أو حركات المتمرد الكثير التي خلفها هذا الصراع ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ما علاقتنا به الموضوع لا علاقة له يعني عندما نركز أكثر نجد بين العلاقة الموضوع والعلاقة بالدعوة المحمدية نفسه البئثة المحمدية هي المشكلة معناتنا نحن لماذا نتمسك بالناس نحن لماذا نتمسك بالناس نحن نمازلنا كائنات تعيش داخل الناس وهذا النس جزء من مخلفات هذه الطريقة في التعامل مع النس والاعتماد على النس ورفض ذات يعني نحن لا نعيش في العالم إنما نعيش في النس والنس أين يقول حسب المنقول لنا يقولون بأن هذا النس هو الوحي المحمدي إذا نحن باقين في هذا الوحي ويجب أن نعود إلى هذا الوحي ونسكن في هذا الوحي نرفض العالم نحن لا نعيش مع الأشياء لا نرى العالم إنما نرى العالم من خلال هذا النص وهذا هو سبب الإشكال الكبير لأن العالم لا يعيش بالنص نحن نعيش بالعالم كأسات وإنما النص ومجرد يعني تيكست تيكست لغة ويتحمل كل وجه وبالتالي نحن نخسر لا نخسر العالم الذي نراه إنما نخسر الذات التي ترى لأنك عندما تراهن على النص وترهن نفسك مع النص فبالتالي يجب عليك أن تتخلى عن ذاتك وكيف ولا كيف لك أن تعيش داخل النص وتطبق كل ما في النص يجب أن تخرج من ذاتك وتشويهها تماما حتى يصبح النص جديرا بك كما أو تصبح مؤمنا حقيقيا صالحا معنى أن الشرع أن ما هو داخلك ليس هو الشرعي أنك ليس إنسانا تمتلك حقا شرعيا بذاتك وبنفسك لا أنت الشرع موجود في الخارج أي في النص وهذا النص يحكمه بعض الأئمة والشيوخ وعليك أن تتبعهم كما تتبع الأشيات راعيها هذا ولدنا خامسا أو رابعا ولدنا مشكلة مشكلة أننا وضعنا ثنائيات زائفة هذه الثنائيات تفترض مسبقا وجود مسلمات مثل مسلمات الدين الإسلام القرآن السنة الله الواحد الوحي وهي غيرها كل هذه المسلمات غابة من المسلمات التي يشعر أمامها المسلم أو المتدين المؤتقل المختطف دينيا بأنه يجب أن يخضع لها لا يعرف ما هي هايلون لا يعرف ما هو تعريف الدين لا يعرف ما هو تعريف ما هو الإسلام لا يعرف ما هو تعريف السنة لا يعرف ما هو تعريف الله ما هو تعريف الوحي كلها غوام أشياء غامضة جدا لا يعرف حقيقتها وعندما يسأل يقول أنت لست جديرا بمعرفتها أي أنه حتى عندما يحاول أن يعرف يقوله أنك أنت لن تعرف هو حتى لو عرفته فلن تعرف لأن هذا علم لدني يعني استأثر الله بعلمه على تعبير ابن عباس كما وضحته في مسألة تفسير القرآن أو خدعة تفسير القرآن فبالتالي أنت في كل حوال أنت مستلب بالكامل مخترب عن ذاتك ويجب أن تقتلها وتسحقها تماما خامسا راح أضرب أمثلة مثلا ثناعيات الثناعية الحق والباطل والتي تستنتج وتستنبط من خلالها بأن الإسلام هو حق وهذا الحق بعد ذلك يبدأ تبدأ الفرق المتصارعة تقول لنا ما هو الحق بالمناسبة الحق مفهوم الحق في الإسلام لا وجوده لتعريف له بل أهمل وتعريفه ولم يلتفت أحد له من الفقهاء العباسيين والأمويين وغيرهم وحتى الفقهاء المتأخرين فقط وما الذين أشاروا له حاولوا تعريف الحق لكن لم يعرفوا له بشكل غامض غير مفهوم فرغم أنه يستخدمون كلمة الحق كثيرا جدا مفهوم الحق لكنك لا تعرف ما هو معنى ماذا يقصدون بالحق لكن هذا الحق يقول لك هو الله وخلص حق الله على عبادة يعني أنت بتعريف لغوي فقط هذا الحق بعد ذلك هو هذا اللي يخل هناك المفهوم الحق رج راج فخله هناك فرق متصالعة تقول الحق مع علي لكن الخطأ لمعاوية وإذا ما تسأل ما هو الحقيقي لكن الحق هو أنه طبق تعاليم الدين ما هو الدين تسأله لا تعرف ما هو الدين ما هو الدين بالنسبة مع تعريف الإسلامي بزمن الرسولي يختلف عن تعريفه بزمن الدولة العباسية ويختلف عن تعريفه الآن وليس لأننا نريد أن نخترب لأننا لا نستطيع أن نعرفه كما كانوا يعرفونه لا يمكن نحن بدأنا نفهم الأمور بطريقة مختلفة حتى عندما نقرأ كلمة الدين في القرآن لا نفهمها كما كان يفهمها المعاصر لزمن النبي والبئثة فمسألة ليست إرادية يعني مو بكيفة المهم هناك من يأتي يقول أن علي على حق وأن المعاوية كان ظالما وقتل وفعله ونهبه وسلبه لا بش هذا صحيح لكن هل التعدمات تكلمنا عن الحق؟ إذن انظر للآخرين من الذي لم يقتل وينهب ويسلب؟ رسول أيضا وقام باختيالات أيضا يعني لم يفعل شيئا لم يفعل شيئا لم يفعله الآخرون فهذا مسألة لكن الذي يختلف الآن هو مفهوم الحق وهنا المشكلة إنه عندما يقولك إن الحق إنه الحق وأنا عندما أكون أنا عندما أعتقد بأن الحق أنه عندما أريد شيئا أو أعتقد شيئا فهذا هو الحق كل من يقف ضد هذا الشيء فهو على الباطل بالتالي هو يرى بأن معاوية فيبحث عن أسباب لإدانة معاوية وهو يستحق الإدانة طبعا لا توجد مشكلة في الموضوع وهو سمى الحسن وغيره وغيره وسمى عبد الرحمن ابن خالد ابن وليد وعبد الرحمن ابن أبي بكر وقتل محمد ابن أبي بكر وحجر وغيرهم لا بأس هاي أخطاء وجرائم كبيرة لكن هل فعل شيئا لم يفعله الآخرون؟ هو السؤال هذا عندما نتغافل عنها حقيقة نحن بحقيقة ما زلنا داخلين في لعبة أو لعبة الصراع بين علي ومعاوية أو لعبة الصراع بين السلفية والوهابية والمنجهة والأشعارية والشافئية فهذه الصراعات هي كلها نتاج لأننا صدقنا بوجود حق لدينا وأننا نقف على الدين الصحيح وما هو هذا الدين علينا أن نرجع القهقرة ونبحث وننبش ونفتع عيونا على حقيقة هذا الدين وأسسه وأصوله وهي كما قلنا هي الصحيح الرسول الوحي الله الإيمان وهكذا هاي الأشياء الأساسية هي التي يجب أن نناقشها بدقة وأنا عندما أقول أنه مثلا هذه الأشياء يشنع بها على معاوية فقط لماذا؟ هذا التساؤل من مشروع لا أحد ينكره عليه الحقيقة هذا يعني حتى لا يطعن ويقول بأنك أنت تريد أن تطعن في سيرة الرسول وتقول أن الرسول فعلا ما فعله معاوية لكن هاي مو الهدف الآن أن نطعن بالرسول أو بغيره أو بعليه أو ما على ذلك هذا طبعا لأنه المعبئ أيدولوجيا رأسا دماغا يروع على هاي الجهة لكن هنا حقيقة ليست هكذا الموضوع النوعان الذي وضح بأنه مفهوم الحق والباطل هو مجرد أداة مثل أي أداة أخرى مثل السيف والكلام أي أداة للطعن في الآخر المختلف وليس هذا الحق مفهوم واضح المعالم وقابل لأن يمكن من خلاله يأتي الفقهاء والقانونيين لكي يشكل لنا منهم منظومة أخلاقية أو قانونية متماسكة ولها أسسها وفلسفتها الخاصة التي لا يمكن التلاعب بها بطريقة أو بأخرى كما هو حال القوانين والدساتير العالمية المعروفة حاليا وحتى في زمن القانون الروماني كانت هذه التعريفات القانونية مضبوطة وواضحة فيها إشكالها طبعا لكن لا يمكن التأويلها بطرق متعددة طبعا هذا الأمور لا ينطبق فقط على مفهوم الحق أنا جبته مثال الذي يجب أن نعود لبحث ونبشه ما أعرف ما هو هذا الحق الذي يتحدثون عنه عندما نعرف هذه الأمور الأساسية بدأ شكل دقيق عند ذاك لا أحد يستطيع أن يتلعب الموضوع ويظل الموضوع مطاط ورجراج بعد الفاصلة أتحدث عنه مقولة الأمام علي أن القرآن حمال أوجه وهذا أنا أعتبر هذا القول يعني يعني هو فيه إشكال خطير جدا فأبقوا معي والآن يقال بأن القرآن مأتباره هو النص الذي أخرج لنا كل هذه الصراعات ومن بينها صراعات الفتنة الكبرى أول الصراعات قبلها حروب الردة وأنتج لنا بعدها حروب فتنة الكبرى زمن خليفة عثمان حسب الروايات التي وصلتنا وأنتجت بعد ذلك الحروب الداخلية الإسلامية على أراضي الشعوب الأخرى منعتها الشعوب التي كانت تسكن في العراق والشام وحتى مصر على هذه الأراضي كانت الصراعات التي دارت واستثمرت الناس ومات بسببها عشرات الآلاف على صراعات قائمة وناتجة عن شيء اسمه النص القرآني حسب الروايات التي وصلتنا وعلى أساس هذا النص الذي منه استمدت جميع حكمتهم وعقيدتهم ودينهم هذا النص هو المعيار الأساسي المفارقة عندما يأتي الإمام علي ويقول القرآن حمال أوجه عندما أرسل ابن عباس لمفاوضة الخوارج قال له لا تحاججهم بالقرآن لماذا؟ لأن القرآن حمال أوجه هذا يعني ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن القرآن لا يؤتمد عليه هذا في وقت مبكر جدا من من قبل من من قبل الإمام علي لا يمكن أن تحسم القرآن في حياة اليومية لا يمكن أن يقودك إلى طريق الهجاية فبالتالي هذا القول الذي سجله لنا التاريخ وفي حروف واسعة هذا يستطيع التساول ومن حقه واحد يتساول ما فاعدت هذا النص أذن كيف من خلاله استنبطوا كل شيء؟ لماذا بعد ذلك يقولون الحق مع علي ويقولون الصحابة كلهم أدول؟ هذه التناقضات عميقة جدا وكبيرة جدا سأتجاوز كل هذا وأقول أن الحقيقة أقسى من هذا وهي حتى لا أقول قرآن حمال أوجه فقط لا أقول هو الدين كل حمال أوجه وهذا ليثبت الواقع يعني الفقه نفسه هو أكبر حمال أوجه بدليلة سانقة باليومة شفت الصديقة ألفت فرح نشرت بوستر لكلبي اللي هو كان الحرام المكي يعني إمام الحرام المكي حلل الغناء وقالوا له لماذا تحلل الغناء الآن؟ قال أنا غيرت رأيي وين المشكلة؟ لا يوبا لي ما عنده مشكلة فهذا الفقه هو نفسه حمال أوجه ما هي الأسس التي يعني يعني المجتمعات بأكملها تقول أن لدينا الدين الصحيح وبعد ذلك في لحظة معينة يغيرون كل شيء فيه كيف تقول الصحيح ما هو الصحيح؟ إذن الصحيح ومعبارة دعائية شعاراتية لا أكثر ولا أقل بالتالي هذا النتيجة النهائية اللي نصل لها من كل هذا إنه عندما يفرزنا هذا الدين وهذا القرآن وهذا العقيدة وهذا الشريعة كلها وحتى الشريعة بما فيها من أركان وأصول وما إلى ذلك كلها حمالة أوجه ليس يعني والعلى والمشكلة وين هي مو لأنه هناك قصور في من وضع علوم العقيدة والشريعة والحديث وما إلى ذلك والتفسير ومو أتقصور بعقلهم المحدود مثلاً بل إنهم لأنهم أصلاً ما يقدرون يعني بالأصل هم أكوا عطل لا يستطيعون أكثر من هذا لأنه هو نص لغوي الشري يطلع من عنده وإذا طلعت الشيء الآخر يطلع آخر وهكذا فهو مؤتمد على شيء رجراج أصلاً فبالتالي كل شيء ما قام على شيء يعني يبتلي به أو ما أريد أقول عبارة سيئة أقول يعني ما قام على يعني مبدأ الخطأ يسير على كل الشيء لا أهلاً المهم على كل حال الملخص والاستنتاج من هاي المقدمة التاريخية أقول إنه إنشغال بموضوع معاوية هو أساسي ولا غنى عنه لماذا؟ لأنه يمثل سؤال ما زلنا فاشلين بامتياز بالإجابة عليه الآن من جانب التاريخ أو الحقائق التاريخي أولاً هناك من يمدح ويقول إنه الحق مع علي وهناك من يمدح كما قلت معاوية ويقول إنه صحابي وبنى دولة طبعاً هناك أيضاً من يلاحظ وجود هذا التعارض التعارض الواضح بين الحالتين ولكن الحقيقة عين؟ حقيقة ليس في أن نقول الحق مع علي ونمدح معاوية ويقول إنه صحابي وبنى دولة هو خال المؤمنين وما إلى ذلك وكاتب الوحي يعني نسوي له شعار حلو ولا من يقول إنه هنالك تعارض بينهما الحقيقة الصحابي أنه إحنا لا ننظر بالأمور بطريقة تاريخية سليمة أو كل واحد من الرجلين لديه جانبه الجيد وجانب جوانب السيئة أو الضعيفة وهذه مسألة طبيعية لكن لماذا لا ننظر إلى هذا الطبيعي؟ لأننا ننظر بعين عقائدية نريد أن نسوق الحقائق بالطريقة التي تعودنا وتعلمنا عليها هذا اللي يؤدي بنا الآن أن نساق وراء عواطفنا وكأننا نريد نتيجة واحدة دائما كل طفل يطالب باللعبة بالطريقة التي يراها هو مناسبة يعني معناه معناه ما زلنا شعوب قاسرة ولم تصل إلى مرحلة النضج التي تجعلها تنظر الأمور بطريقة عقلانية ودقيقة هذا هو سبب الإشكال الرجلين لديهما دور تاريخي مؤكد وهذا الدور التاريخي فيهما هو جيد وفيهما هو سيء حتى في زمنهما هناك من انساق مع هذا وانساق مع ذلك حتى ابن الإمام علي الحسن حسن راح بزمن الإمام علي نفس قال راح بعت رسالة للمعاوية قال له محتاج فلوس أعطاه فلوس قروه البداية والنهاية موجود الجزء الثامن اللي رجي تأكد راح أعطاه مئة ألف مئة ألف أذكر مئة ألف درهم هو هو عبدالله ابن جعفر أعطاه مئة ألف وحتى الإمام علي رساله قال له ألا تستحيان؟ ما تستحون من هذا كلام؟ هل تعقد؟ هذا الرجل بالعشات والغدية يتعرض لنا أنتم ترحون؟ قال له لماذا؟ هو رجل اللي أنصفنا وعطانا مال أحسن منك يعني تخيلوا هذا الحوار بين الإبن والأب كان هذا لا تجنى عنه لكن الفكرة أنه هي صراع على الأموال وصراع على السلطة وهذه الحقيقة والسلطة هي أصلا ويقول لك ليش هو وأصلا يقول لك أنا أحق بالسلطة ولحد الآن يقول لك الإمام علي هو أحق بالسلطة من معاوي فإذن يعني ما الذي عاد عما بدأ؟ هو أحنا متفقين على الموضوع كله لكن الفكرة أنه هو نقول له هو يستحق السلطة لأنه هو على الحق لا هو هو هذا هو لأنه الحق أتى لاحقا هذا التبرير لاحق على الموضوع لماذا؟ لأن الفقهاء أرادوا أن يرسخون وضعهم فخلقوا من الإمام علي صورة أكبر من حجمها بكثير لماذا؟ لكي يستطرون بالإمام علي وفقه الإمام علي وعدالة الإمام علي وبلاغة الإمام علي وأن كلامه أكبر من كلام المخلوق وعدنا هذا كلها صنعها الفقهاء منها من بينها وفقهاء ظهر جماعة الشيعة لكنه عموم الفقهاء في ذلك الزمان كانوا مع الإمام علي وضد السلطات الحاكمة يعني الدولة التي صنعها معاوية وبعد ذلك الدولة التي صنعها بني العباس فالفقهاء كانوا ضد هؤلاء تماماً لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون السلطة لأنفسهم الفقهاء، هذا هو هدفهم هدفهم يقول لك نحن نريد أن نكون أهلنا الحاكم يكون تحت أمرنا بالضبط كما فعلت الكنيسة لأنه يرى بأنه هو الأجدر بالحكم وليس للخليفة الخليفة يجب أن يكون تابع مطيع للفقه وهذا اللي حصل بالفعل بعد ذلك لحد الآن النجحة يجع عهد المتوكل ونجحوا بهذه العملية صحيحهم كافحوا بشكل كبير جداً وتوصلوا لها الحقيقة لحد هاي اليوم الآن تجد الفقه أقوى من السياسي صحيح هو يخضع للسياسي بطريقة بخرى لكن يخضعها بمسائل تفصيلية لكن عندما يشاء الفقهاء أن يقلب الدنيا على السياسيين وعلى الأكبر الطغاة يقلبها فعلاً ويجعلهم يرتعشون خوفاً أمام الرجال الدين يعني هو يحكم الملايين الحاكم لا يحكم الناس الذي يحكم الناس هو هذا هذا اللي قاعد لك بالشارع موجود قد عشر جوامع بكل شارع عشر جوامع ماذا؟ هل توزق الطعام لكم؟ تسيطر عليكم هذه الفكرة على كل حال السؤال الموضوع الثاني الذي أقوله بأن البحث عن من هو على حق ومن هو على باطل هذا هو عملية بحث وهبية جداً سببها أننا نحن تورطنا بالإيمان بهذه الخرافة المؤسسة لسردية علي ومعاوية ولاحقاً سردية الشيعة والسنة وهذه السردية هي ثنائية بداية تماماً لا يمكن الدفاع عقراً عنها بأي شكل هذه السردية بداية لا يوصف يعني تعتبر ما قبل العقل ما قبل التاريخ لكنها ما زلنا من مشكلتنا واقعين في هذه السردية ولا نريد الخروج منها وهذا سبب اللي خلينا جهلة ولا نستطيع نفكر ولا نستطيع يعني أنا لاحظ حتى كثير من الذين يزورون القناة فجأة عابرين ليس من الأصدقاء الذين يعني متابعين للقناة يستغربون هذا المنطق ولا يشعرون بأن لديهم أدواتهم غير مكتملة لكي يستوعبوا الحديث الذي يدور في هذه القناة فهو هذا الآن مشكلة لماذا؟ لأنه ليس قصوراً فيهم إنما هو موجود في واقع لا يشجع للفهم لا يوفر له الأدوات التي تسمع له بفهم ما يسمع ويقرأ إنما يوفر له الأدوات التي تجعله ينفر من أي شيء لم يتعود عليه هذا الفرق الثالثاً هنا هذا رح يبدو الصراع بين علي ومعاوي رح يبدو يعني شوفناً القضية الأساسية هذا الصراع الذي نقله إلى التاريخ والذي تنوع بأشكال مختلفة يعني شرع الصراع الشيعة والسنة فاطمين على إسماعيليين إسماعيليين على العباسيين أمويين في الأندلوس موحدين على مرابطين وهكذا استمرت حسنيين حتى بين الشيعة نفسهم عشرات الأشكال هذا كل الصراعات واضح أنه هذا الإثارة بهذا الجانب هي كأنما كلها تغطي على شيء ما لا يراد وضعه على الطاولة ومناقشته وهذا هو اللي يتتحاشى أي سلطة دينية وسلطة سياسية لأن هؤلاء جميعاً قاموا على هذا المجد الذي أسسه الرسول محمد وأسسه كتاب الرسول أو الموحى إليه حصراً رابعاً أنا ممكن أقدم شواهد يعني تؤكد ما أعرف كثيرون بأن هناك أتأكد موضوع الحق والباطل أن من بدأ اللعن ليس معاوية إنما كلهما بدأوا اللعن بعضهم هذا ما يقال يعني أنا لا أقول هذا طعناً في الإمام علي ولا مسألة إنه انتصاراً لمعاوية لا هذا الموضوع معاوية سب وشتم وعلى المناظر هذه معروفة لكن الذي بدأ اللعن هو الإمام علي والإمام وهذا ما بيشي يعني هذا مفهوم ديني معروف يعني كل الخلفاء كل الخلفاء ورسول والإمة ولحد هذا اليوم السب والشتم موجود واللعن أين المشكلة؟ لكن ماذا نفعل نحن؟ نحن ننظر إنه معاوية الذي سب ولعنه لأنه لكنه لماذا لا تقول إنه موجودة الأدلة موجودة لا تردون أراويكم إياها كما ترون هذا الشوشتري في كتاب شرح نهج البلاغة يقول الشوشتري قد كان لعن علي المعاوية في صلاة الفريضة بأمر الله وكما كان قتاله له وقتله لأسلافه بأمر الله فلا مبررة للاستغراب وهذا النص موجود لكن هي موناً لقضية يعني فعلاً الرجل يقول كلامه صحيح إنه يقول لك هذا بأمر الله فأين المشكلة؟ لا توجد المشكلة لكن لماذا لا يجري الحقيقة عنه؟ فعلاً والحد الآن يلعنون معه يعني ليس بالشيء جديد لكنه ماذا يفعل؟ لأنه هو لا يرى ما يفعله هو يعتبر نفسه على الحق ويقول إنه معاوية هو يستهل اللعن يعني ليش معاوية يستهل اللعن؟ لكن لماذا لا نقول هذا الأمر؟ هنا القضية التي يجب أن نتحدث عنها وأنا ما أقول يستهل اللعن لأنه الموضوع عن ما الإلاقة باللعن فليتلاعنوا ما بينهم ما دامت الدنيا لكن هذا ليس موضوعي موضوع أنه حتى شخص طريقتنا بالرؤية والنظر والفهم وأننا يجب أن نتوقف عن هذا التصنيف والرؤية العاطفية الانفعالية أننا نقف مع جماعة للجماعة وأدنى مبررات سياسية يجب أن نخرج من هذه الحفلة كلها نطلع منها نطلع من هذا الجدل العقيمة الذي اقدامه 1400 عام كيف نخرج إذا ما نفهمها؟ إذا ما نخرج من هذا السعار أو آسف للكلمة هذا العراق الذي لا ينتهي بين التناطح بين الطرفين لا ينتهي وليس مسألة الشيعة والسنة لا هي مسألة أنه فهم للتاريخ والتراث والدين فيه ملايو حصى من الإشكالات داعش لم تخرج ضد الشيعة فقط خرجت ضد السنة يعني هي حركة ثورية ضد ضد المذاهب السنية الأخرى وأعتبرت كثير منهم كفرة فهذه مشكلة موجودة لماذا؟ لأننا لم نخرج من هذا الإطار وهذا الصراع الثنائي وتحويل فهم العالم بطريقة ثنائية استقطابية أما معي أو ضدي هذا أيضا نص داني للصادق يؤكد صحة لعن معاوية وأيضا علي يقنته في الصلاة صلاة الصباح ويدعو على معاوية مقربية بالاسم شي طبيعي كان هذه المسألة بالنسبة لهم يعني ليست مسألة ممكن أن واحد يعني يقول ليش طلحها يقول ليش طلحها موجودة يعني أنا لما هسأ قلت أنت المتهمة يعني طريقة إنفعالية ليش طلحها الشيء يعني أنت تنتصر لمعاوية وهو جاي يسبه ويعني شعليه لكن هو لأنه ما يريد لأنه هو يفكر بالانتصار إلى القطيع الديني أو لجماعته لا يفكر بالعقل وأن هناك أشياء يجب أن ننظرها بطريقة صحيحة هو في حالة معركة مستمرة منفعل لا يتقبل أي شيء يعتبر أي مس في قضيته يعتبر اعتداء عليه وأعتبر أنه خطر فهكذا يفكر لأنه حوله لو كان قطيع لا يستطيع استيعاب أي شيء مجرد أن يهاجم ويدافع وينافع ويكافع هذه وظيفة الوحيدة يعني هو مجرد فرس رحان أو فرس يركض فقط هذا أيضا دليل يؤكد أن الموضوع موضوع أموال ما الأهم شروط تسوية بين حسن المعاوية هذا الصلح موجود ولما رأى الحسن من أصحابه الفشل أرسل إلى عبدالله بن عامر بن الشرائط استرطها على معاوية على أن يسلم له الخلافة وكانت الشرائط أن لا يأخذ أحدا من أهل الأراغ باحنة ما أعرف فينا وأن يؤمن بإحنة وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم ويجعل له خراج الأهواز مسلما في كل عام ويحمل إلى أخيه الحسين بن علي في كل عام ألفي ألف درهم يعني مليونين درهم ويفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد الشمس فكتب عبدالله العامر ذلك لمعاوية فكتب معاوية جميع ذلك بخطه وختمه بخاتمه وبدل عليه العود وفعلا معاوية أدى هذا الشيء لكن بعد ذلك أرسل له زوجه عاتكة وهدأ سماعاتك أعتقد وسمت الحسن وغدر به في النهاية وسمى آخرين أيضا طبعا وهذا مسألة بيناتهم صراعات على السلطة وهي السياسة قبل يعني هو راح يدزدوره يعني وبيناتهم صراعات صراعات على الأموال وعلى الثروات وعلى المناصب هذا أيضا كلمة للجاهض يتحدث عن بعض الوقاة التاريخية بعض الأموال التي عندها علي وهي طبيعية المسألة وهي كلها أموال من؟ أموال الناس الناس خراج يعني من يأخذون أموال من من؟ يعني ألفين 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 ألف درهم مليونين عطاء سنوي هذا من أين يأتي هذا المبلغ؟ هل أنهم مثلا أجوا مصانع مثلا موبايلات يعني ويبيعون للعالم ويربحون أموال؟ هيا فلوس الناس هاي المساكين ولا الناس هاي المساكين ما تستحق واحدين يعني يتذكرها أن هاي المليونين ليأخذوها راتب سنوي شخص واحد هاي شنو معناته؟ هو نفسه معاوية القصور والأولاده والحفاده وأخوانه وأخواته وزوجاته وجواريه وكذلك كل الخلفاء بعجهم يعني حتى لا نقول أنه نحن على الشيء على أولاده وحد الآن رجال الدين قصوره وأسواره بالعالية يعني هاي شنو هاي؟ من أين يأتي هاي الأموال؟ ما الذي يقدموه للناس؟ فلابد أن نسأل هاي الأسئلة يعني ما يدغلك أنه يروح انقلب عليهم ما أدعو للعنف على الإطلاق ولا أحرض على هذا ولا أسمى ولا أستنكر كل من يدعو للعنف بشكل أو من أشكال لكن علينا أن نفهم الأمور ونقول لمن يعني استشرس في حقوقنا في اقتصار حقوق الناس علي أن يتروى ويفكر بأن المستقبل لم يعود بالطريقة التي كانوا يعتادونها طبعا قد يسأل بعض يقول يا أبا ليش إن هاي الأشياء لا يذكرها السنة؟ يعني السنة ما يذكرون بأنه هناك لا عن المتبادل بينما إلا ما ينكرون الموضوع يعني أقصى شيء يقول ابن تيمية يقول أنه حتى من يسمى الحسن المعاوية ذكرتها باللقاء مع صديق شريف يونس دكتور شريف يونس قال بأنه حتى هذا يعني طريقة ابن تيمية رهيبة طبعا منهاج المسلم يقول أنه هو يسمى الحسن فهذا اجتهاد هو طبعا يشركك بالرواية بعد ذلك حتى لو صحك يقول فهذا مجرد اجتهاد من المعاوية يعني قتل ابن بنت رسول الله ويقول هذا اجتهاد تخيل هذه المسألة التي يعني ابن تيمية كيف كيف الانتصار لفكرة الدولة ولي الامر هي التي تنتصر بالنسبة للتفكير الحنبلي التيموي المهم فقل قد يسأل لماذا السنة لا يذكرون مسألة سب او لعن من قبل محمد امام علي لأنه المسألة مشهورة من الخلفاء كلهم يسبون ويشتمون وحدي هذا اليوم لكن المشكلة انه التعدمات تعرض لشخص من قبل بوزن الامام علي هو ركن من اركال اسلام هذا لا شك فيه وبالتالي في التعرض له او اضافة هاي الموضوع وراه هيدم الاسطورة بيكمله يعني هو جزء المؤسس فالتعدمات تجي تلمسها ممكن احنا نروح نتحدث عن معاوية ونقول هو كان يسب ويشتم ونطمطم الموضوع او اللفلفة بطريقة او باخرى يعني معاوية ممكن سهلة يعني في كل احوال يعني نضحي به ماكو مشكلة لانه مو مؤفد ابو جرت هو خار المؤمنين يعني مسألة مش قضية اه وهذا السبب وحمل وزر الامر المعاوية وايضا هو كما معروف ومن الطلقاء وانتهت يعني حتى ذا في اقصى الاحوال لن تكون هناك خسائر في اه على حساب الدين الذي هو على الحق طبعا خامسا الثنائية الحق الباطل كما يعني كما ارى به واعتبار الخلافة هي عملية عملية تكرار ابدية لحكم كامل وإلهي لا يمكن ابطاله ولا ابطع فيه وهي مصدر هذه هي هذا النظرية هي مصدر جميع مشاكلنا في الحاضر والذي لا نكاد نعترد به كيف؟ سنعرف حين نكاء حاكم هذه المقولة اي ان يقال مثلا ان معاوية رجل سياسي ناجح وان عاليا لم يكن كذلك بل كان عاليا حريصا على الالتزام بالمثاليات الدينية ما هو منطق الخطاب خلف هذا القول؟ هذا هو الخطاب نفسه يعني اكد بان الاولوية ليس لحسن العمل بل لحسن الدين الدين وحده ما يزكيك ويجعلك مقبولا يعني حتى لو كنت انت تقول بانه هذا الذي يجب يعني ان تفعل شيء حسن هذا لا يكفي المهم ان تظهر انك رجل الدين انك ملتزم دينيا ومهما تفعل بعد ذلك حتى لو كنت منافق لا بأس اما ان تفعل حسن مثلا طبيب مثلا تنقل حياة مليون من انسان لكنك لا تثبت حسن دينك فهذا المسألة لا سوري انت لا مغضوب عليه وهذا هو اللي من اسس هاي الثنائية الثنائية بان انت قيمتك كيف الالتزام بالمعاير الديني اسسها الفقهاء ورجال الدين الذين كانوا يبحثون عن منصب لهم او موقع في داخل الجماعة الاسلامية او جماعة الشعوب القديمة وكانوا ينشرون دينهم ويقومون بعملات تبشير ضخمة بالسياسة الترهيب والترهيب ومارسوا هذه العملية حتى على السلطات الحاكمة والخلفاء الموجودين الى ان تمكنوا في النهاية بعد المتوكل من الهيمنة الكاملة على واقع الحياة السياسية والاجتماعية بالكامل لشعوبنا ولحد هذه اللحظة الذي يهيمن على حياتنا باكملها هم رجال الدين يقولون ان رجال المتحالفين السلطة الدينية والسلطة السياسية لا السلطة السياسية هي التي تهيمن عليها السلطة الدينية وهذا هو سبب الخراب وسبب التخلق الذي نحن فيه السلطة السياسية بالعكد بالخمسينات بالاربائينات بالستينات رغم ما سيئاتها لكن كانت تحاول ان تحدث المجتمع وتطوره لكن ظهر بعد ذلك مجردا كسرت الفكرة القومية الهشة هي اصلا وبعتها جماعة اليساريين سقط اليسار بالعالم طلعت الحقيقة حقيقة انه هالا ضعفاء والنشار الممسك من قبل رجال الدين السلطة الدينية هي المهيمة على كل شيء الآن السياسيين يخشون التعرض لايش مو بس السياسيين العرب والمسلمين لا حتى السياسيين العالم باكمله يعني ساركوزي وغيره وشان فقط هو جميع قادة الدول العالم يخافون من ان يتعرضون فكرة الاسلام وماذا يقول لك خلينا مرتاحين من هذا الموضوع هم شبعون دين اشبعوا اخذوا دين للصبح مو احنا مصالحنا مضمونة النقطة الثامنة اللي يقول هنا الآن تساول مثلا عندما يقول ان هذا جيد وذاك هذا على الحق ذاك على الباطل هو يحتاجون على المعاوية يقولون جعلها ملكا عضوظا ليش وشن الفرق بين توريث معاوية الابنة وتوريث الامة الاثنين عشرين يعني ليش ما ليش يعني شن الفرق ولا هذا فقط لانه هناك حق وهذا باطل هنا نرجع لموضوع نفسه انه ترقلك هذا اللي انت ربطت بالحق لان هذا ادى تسكية نبوية وانه هذا كعدة انه صحابي مثلا هذا ادى تسكية لانه قريب من الرسول وهذا تسكيته لانه من قارب الرسول وابناء البنته فاصبح من الشرعي ان يكون وريثا للرسول والعباسين ايضا اكتسبوا هاي الشرعية على هذا الاساس هل هذا هو الدين الذي تدعونه حتى دا رجعنا الادبيات الاسلام الاساسية التي وصلتنا من خبال الرسول انه الاولوية لمن يؤمن بالله فكرة الخوارج نفسه على سيئاتهم انه الحكم لله وليس لابناء الاسر يعني تحول الى مفهوم القبيلة العقيدة والقبيلة بطريقة ابن خلدون ما نقول يعني شل المشكلة لكن هي هاي نال فكرة لان احنا ما رد نرجع للاصول ونناقشها ونقول انه المس المشكلة بالدين باكمله وليس بالمظاهر التي افرزها يا الدين اللي واحدة من اتها توريث المعاوية لأولاده وتوريث العباسين أولادهم وتوريث الاثمانين والفاطمين وكلهم بعد ذلك جرت الحسفة واللي اول واحد بدأ بها هو معاوية وبعد ذلك اجوا الشيعة عندما انتفضلوا عليهم ايضا نورثو ولحد الان مورثين ولحد الان يستنكفون من العام ولا يختلطون بهم ولا يزوجونهم بناتهم بدا ماكو فرق بين هؤلاء يعني الفرق يطلع بس بجرد انه فكرة الحق انه هذا مع الحق لكنه مع الباطل هذا مع الدين لكن ليس مع الدين هذا اللي يعني يطلع يبين بانه التوريث اه يعني ما يوجد اي فرق بس الفرق انه هنا هذا المقدس لا غير مقدس هذا يجب ان لا يمس وهذا وبالتالي يجب ان يخمس ويسدس ويحمس لهذا وذاك يعني الناس لازم تهبوا لهم الاموال وانه هذا خاضل النظام الامام الاللهية حسب المنظومة الشيئية والمنظومة السنية يتم الطريقة مختلفة هؤلاء كلهم يعني انظمة ديمقراطية ما شاء الله يعني يعني هؤلاء يعني ضد معاوية لانه كان ضالما وحاكما قتل الصحابة وما لذلك واتوا هؤلاء رح يقدمونا نظام ديمقراطي ما هذا الكلام انا لا اتحدث على انه انا بس اصحي الناس اقول انت انت ليش يعني تتحيز الى هذا على حساب دارك يعني حتى تتحقق نظام حقيقي انما انت انت واحد ورث انت رح تروع على واحد ثاني ايضا ورث يعني ما الذي ماذا فعلت يعني ما الفرق بين هذا وذلك هذا السؤال وهذا يعني خلاصة ما اقوله هذا كله يوضح ارتباط الناس بالدين اولا وليس بمؤسسات الحكم باشكالها كافة وهذا هو اللي من خلال نظام الامامة الالهية نظام الشيوخ والمؤسسات الدينية الازهر وغير هاي يعني معتقل الناس ومختطة الناس او ارواح الناس جسدا وروحا ومسيطر عليهم تماما اختم وقول بان علينا ان نتوقف عن رضاعة هذه المقدسات المسمومة من التي تبت لنا يوميا منذ الف عام من منابر التخريف وايضا تبت لنا عبر مسلسلات التخدير من المهد الى اللحد اختم وقول علينا ايضا ان نشكك بالرواية باكملها وليس لان الرواية التاريخية انما نشكك في مضمون الرواية ومنطقها وفلسفتها وفكرتها التاريخيا حدثت او لم تحدثت ليس هذا الموضوع الموضوع انه هي اصبح جزء من تاريخنا وواقعنا والحاضر هذا الماضي الحاضر الماضي الحاضر في رغم انفنا والذي يسمم كل شيء في حياتنا هذا علينا ان نشكك في هذه الرواية وهذه الفكرة بان الاسلام الذي وصلنا بنية على قصة علي ومعاوية بس الحقيقة هي بالعكد هذا الاسلام هو نفس يعني كانت القصة بين علي ومعاوية والفتنة الكبرى وما الى ذلك كلها قائمة على صراع على السلطة لا اكثر ولا اقل وبعد ذلك اتى الفقهاء واسسوا على هذه القصة الدين الذي نحن عليه حاليا والذي اسمه دائما الدين الشاع وليس الدين الذي في القلوب انا اختم وقول انه هناك رغبة شديدة دائما في استمرار هذه الصراعات واكرر بان فكرة المسلسل هي فكرة مزيفة ولا وجود المسلسل ولا اعتقد يعني عندي قناعة كبيرة بان هذه الفكرة غير موجودة اصلا مجرد فرقة علامية لاختبار الناس او لتضيئ وقتهم او لمشاهدة نتائج هذا الموضوع بطريقة او باخرى ودراسة جوز اكوة مؤسسة ما اتى دراسة تسوي بحث عن ردودة فعال الناس حول هاي القضايا وتريد بعد ذلك تطلع خلاصات ما تعرف بس اذا كان موجود هاي المستسر فخلي طلعو خليشوف او حتى دالغوه فخليثبتوا انه اصلا كان موجود من يقول هو كان موجود فمهم انا اشكك بهذا الموضوع واتمنى اسمع راكم مع السلامة واسف على الله